حياكم الله أنا اليوم موجود بماري تايم سيتي مقابل أمينة راشد راشد ياخت المارينة وعننا مشروع إعمار موجود هون كما تشايفين هذا المشروع الجديد تبع إعمار راشد ياخت المارينة في عنا مشروع جديد لشركة ديار موجودة بإطلالات بحرية بميز المشروع أول شي الإطلال البحرية السعر مميز جدا وخطة الدفع كمان تاعت المشروع ممتازة جدا وبإطلالات الموجودة هون فالعوائد على هذا المشروع ستكون ممتازة جداً للي عم يدور على الاستثمار أو عم يدور على مكان يسكن فيه ويكون عنده إطلالة مميزة أول شي خلينا نبدأ من المطور المطور اسمه ديار مطور قديم موجود بالسوق عنده كتير مشاريع بس مشاريعه يعني زي أنه بوتيك بيصمم مشاريع مميزة بمواقع مميزة فما عنده كتير مشاريع بس عنده مشاريع مميزة طبعاً هو زي ما قلت مطور قديم وتابع لمجموعة بنك دبي الإسلامي فمطور له سمعة طيبة خصوصاً مع الناس الأدامة اللي موجودين بالسوق ودائماً بيقدم منتجات بكوليتي كتير عالية وخلينا هلأ نرجع للمشروع المشروع اسمه ماركاسا بإطلالة على البحر مقابل راشد يخت المارينة بموجودة نحن بمنطقة ماري تايم سيتي طبعاً نحن بعاد عن دبي الأديمي نحن عم نحكي على ديرا وبر دبي هن المناطق اللي موجودة ورانا وين موجود الأسواق الأديمي والأماكن التجارية الأساسية في دبي كمان موجود هون عنا السفرات في دبي موجود عنا ديوان الحاكم هون قريب علينا بنبعد عن مطار دبي تقريباً ربع ساعة فالمنطقة هون منطقة حيوية وتجارية بامتياز المشروع الجديد هو جايع على شكل الحرف أو الرقم سبعة بإطلالات عشان هيك يزيدوا الإطلالات لتاعة المشروع بإطلالات كاملة على البحر وهي الإطلال اللي أنا حاط لكم إياها تشوفوها فهي هيك عنا إطلالات المشروع على البحر بشكل كامل وزي ما قلت إنه المبنى حيكون شكله بشكل الرقم سبعة عساسي يزيد الفيوز للشوء البعيدة كمان تقدر يكون في عندها فيو حيكون موجود هو على هذا الممر الممشى الموجود هون أنا حابب أفرجيكم كيف الممشى هون موجود طبعاً الممشى والإنفراستركشور تبع المنطقة هون موجودة زائد هاي عنا هون الإطلالات البحرية بهاي وهيك عنا كمان لمدينة دبي طبعاً من هون كمان فينا نشوف برج خليفة طبعاً لأنه نحنا مقابل دبي يعني عنا السكايلين تبع دبي كله بلوفيو اللي بميز المشروع الميزة التانية للمشروع غير الإطلالات السعر نحنا عم نحكي على غرف وصالة بتبدأ سعره من مليون وماتين وتمانين ألف بهالإطلالات بإطلالة بحرية أصلاً مش موجود هالأسعار وغرفتين وصالة تقريباً سعرهم ببدأ من مليون وتمانمية وخمسة وستين ألف والثلاث غرف من اتنين مليون وتسعمية والأربع غرف عفواً والثلاث غرف البينت هاوس لأنه المشروع فيه غرفة وصالة غرفتين ثلاثة وثلاثة بينت هاوسز وثلاثة الدوبليكس فالبينت هاوسز بتبدأ سعرها من خمسة مليون ومئة ألف بالنسبة لإطلالة مثل هاي على هاي الأسعار ممتازة جدا خصوصا أنه البرج هيكون واحدة وخمسين طابق بالإضافة لهيك أنه برج فيه مميزات كتير زي الأمينيتز الموجودة فيه انفينيتي بول على البوديوم لفل حمامات سباحة طبعا فيه انفينيتي بول على الروف فيه عندنا كمان غرف لعب الأطفال أماكن لعب الأطفال جوه وبره سبا أريم عشان نحن قريبين على البحر فلازم يكون فيه سبا وكمان بيكون بالمشروع ديارة عم بتهتم بالخدمات الموجودة جوه المشروع ففيه بدل تنس فيه ملعب لكرة السلة فهي كل الأشياء موجودة بقلب المشروع هلأ نرجع للميزة الثانية للمشروع وهي خطة الدفع خطة الدفع هتكون 76% خلال مرحلة البناء 24% على سنتين بعد التسليم فنحن عم ندفع السعر فعليا على خمس سنوات 76% خلال مرحلة البناء هندفعن تقريبا 20% أو 16% كل سنة لغاية التسليم هاي ثلاثة سنين وبعد التسليم على 24 شهر هنكمل الدفعات الباقية فهي الخطة الدفع مع البوست هند أوفر كمان حالية مش موجودة بالسوق بدبي فهي خطة الدفع مميزة جدا اللي بنيجي لكمان شغلي عمل له أفر من المطور اللي هو ديار إنه شاير رسوم التسجيل اللي هي الأربعة بالمية فاللي عم بدفع حاليا حيدفع بس السعر ما فيه أي رسوم إضافية لرسوم التسجيل وهاي ميزة كمان للمطور طبعا بنهاية الفيديو نحن لسا الموديل عندنا مش جاهز بس أنا حابب أخبركم قبل ما ينزل المشروع وبنهاية الفيديو اللي مهتم بهذا المشروع ياريت يتواصل معي بأسرع وقت لأنه الوحدات طبعا الصغيرة والوحدات المميزة هي أول شي حتم باع وبحب أذكر أنه كل الوحدات من كل الاتجاهات عندها إطلالة بحرية